السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اصلا بكم معكم احمد علي وحلقة جديدة وعلى مسألة والتقنية. هنكمل موضوع انك الربح من عن طريق التريل بتاع الافلام. ده مثلا فيلم باتمان ده كابتن امريكا ده مغند واتش سواتش. واتوواتش ان مارش. ده لو احنا ضغطنا عليه. ده نقدر نقول ان ده ملخص بتاع الافلام اللي هتنزل في امريكا في مارس. لو احنا ضغطنا هنا ده ونلود فيديو. start download. نقوم بالتقنية. هنأتي على القناة بتاعتنا طبعا على مسألة التقنية لأها. اوكي تاني. هنأتي نوعه ونلتحمي الفيديو. select files. هنشوف طبعا في الدونلود بيبع المفضل انه نزل على الملف اسمه فيديو. هنقول له. sort by date. هو ده. ونبتدى الرفع. بنفس العنوان هناخده ونحط ال description. نقوم بالتقنية. نقوم بالتقنية. نستطيع ان ما يحملوا بعد كلا نغط نجس. دي طريقة. الطريقة التانية وهي برضو من ضمن الطرق انك انت ممكن تجيب بيها. التريل افلام. هتيجي على هنا وهو نكتب موفي ستريل. موفي ستريل. موفي ستريل. موفي ستريل. موفي ستريل. طيب هيتطلع لك طبعا كل التريل بتاع الافلام والقنوات المشتركة فيها. نحن اليهما نقول له فلترة. عايزين نزل النهاردة تريخ التحميل. هتلاقي جبلو موفي. في في تي ميديا. ركز وانت بتدور بقى انك انت تدور موفي كابر ايش. كل دي قنوات عاملة نفس الفكرة اللي احنا قلنا عليها بينزله. دور لغة ما تلاقي مثلا برامونت ديزني. اونيفيرسال فوكس استوديو. اوكي. ده. شركة اونيفيرسال فوكس استوديو امريكالي الافلام. وده الافلام الخاصة بها. هنشوف انه نضغط دونلود نفس الطريقة. هيقوم نازل ونقوم رفعينه على القناة بتاعتنا. واغدينا الوصف. اوه احنا نكتب وصف تاني ونغده. ونبتدي نضيفه على القناة. طبعا كده احنا وردناك الطريقة. ازاي انك انت ترفع الفيلم. وازاي انك انت تجيبه منين. في عندك ايم دي بي. في عندك اليوتيوب نفسه اما حاجة. اداة هتستخدمها. تستخدمها دونلود زي فيديو. اللي هو دونلود منيجر. عشان تقدر انك اي فيديو عاجبك. انك تنزل على طول. الفيديو بتاعك. اي سترايك هيجيلك. يعني احنا لو بصنا على قناة هنا. انا عندي مش هسترايك. عندي كوبرايت. كل اللي الفيديو بنزله طبعا بيبع ليها كوبرايت. ولكن اللي يهمني مش الكوبرايت. لان انا مش هحطي اتسنس عليه. اللي يهمني في الحوار كله ان انا. يبقى عندي. زي ما قلنا ترافيك عالي جدا. اقدر استفيد فيه. يعني فيما بعد. ان اقدر احاول الفلوس عن طريق امازون. او عن طريق اي فكرة تاني. تتناسب مع العروض اللي انا بحطها. يعني ممكن انا اعمل مدونة انجليزية عن الافلام مثلا. استفيد بيها واعمل زيارات منها واكسب. عن طريق اتسنس. يبقى الفيديوهات اللي هنا. مجرد ان انا بستخدمها ترافيك على الصفحة اللي انا هعمل عليها. الفيديوهات طبعا. او المدونة بتاعت الفيديوهات. بس تكون حاجة باقي. يعني المدونة انت طالما خط اتسنس. يبقى حط حقول ملكية. يبقى اخد الفيديوهات من المواقع الاصلية بتاعتها عشان خاطر. لما يحصلش اي مشاكل. اتمنى الفكرة تكون واضحة. وسهلة. وبالنسبوع لكم مفيش اي مشاكل. طبعا الفيديوهنا بعد ما يحمل. هعمل له. لسه هخش على كانف. هعمل له. الصورة مصغرة. وحط له الكلمات المفتاحية من هنا. ودي اتباع مهمة جدا. احنا المفروض انا باجي هنا. هكتب تيفي شوز. ستريم ان مارش. ااخد الكلمات المفتاحين هنا. اطلحها. دي سي فيلم. دراماتك ترنف. اشوف الكلمات سبايدر مان. طبعا دي من ضمن الكلمات اللي هيبقى عليها. بحثة جديد جدا. هاخد الكلمات اللي هحتاجها عشان خاطر. يبقى احطها هنا. هكمل طبعا الفيديو. بعد ما اخلص معكم التسجيل. وهارفع الفيديو. ويبقى كده زي ما قلت لكم الفكرة. يعني الفيديو اللي فاتت. اتكلمت على الفكرة. انا وردتكم اهو. اعمالي. ازي انك تبتدي تعمل. تاخد. نازل. بتاع الفيلم. تقدر انك انك انت. تشوف الاخبار هنا. هو في برد لقات مع ممثلين. في حاجات كتيرة جدا. انت ممكن تستخدمها كترافيك. عندك على الموقع. الطريقة دي. لا تصلح مع اعلانات جوجل ارسنس. لان هو كده كده. مجرد ما تعمل كلايم على الكوبرايت. مش بيحذف من عندك الفيديو. ولكن جميع الفيديوهات بتبتدي تظهر عليها. ادسنس لصالح الشركة الام. او الشركة اللي هي عاملة الفيلم الاصلية. اللي انت خدت التريال من عندها من على القناة. اتمنى اكون كل شيء واضح. والموضوع سهلي بالنزوالكم. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.